يوصل معرض صنع في ضمياط للأثاث فعاليتي بأرض المعارض بمدينة نصر ويأتي ذلك بمشاركة نماذج ناجحة من أصحاب المشروعات العاملين في قطاع الأثاث في يومه الثالث تستمر فعاليات معرض صنع في ضمياط للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة ضمياط لعرض منتجاتهم أمام المواطنين بأسعار تنافسية وبجودة عالية الواحدة تطوير الأعمال دي خدمة جديدة جهاز تنمية المشروعات أطلاقها بهدف أنها تساعد أصحاب المشروعات بشكل عام أنهم يسوأوا منتجهم بشكل أحسن ويعمل براند نيم خاص به نحن بنتحرك عندنا دلاتي عربيتين عربيتين دول ورعا مكتب متنقل مجهز ببيتيم فريق بيصور المنتجات فريق بيعمل توعية بالتسويل الإلكتروني معانا شركاء للجهاز منصات إلكترونية بنقدر نرفع صور المنتجات عليها نحن بمناسبة المعرض طبعا عمليين تخفيد في الأسعار جايبين جودة ممتازة جدا بالنسبة للقماش والأسفنج والخشب زين دي يمكن المشاركة السبعة والتمنة دايما حرصين على المشاركة في معرض صنع أبطومياط لأن المسؤولين القائمين على المعرض بيتيحوا كل سبل النجاح للمعرض فبنحاول أن نحن دايما نكون موجودين باستمرار على مدار عشرة أيام يقام المعرض بمشاركة نحو سبعين عارضا لعرض منتجاتهم بتخفيدات تصل إلى عشرين بالمئة بهدف تشجيع الصناعة الوطنية والنهوض بأحدى الصناعات الهمة التي تشتهر بها محافظة دومياط إحنا كنا لحين دومياط وبعدين ما شوفنا المعرض في التلفزيون جينا بسرعة عشان المشوار والتكاليف هنا كويسة بصراحة الأسعار النهاردة مخفضة هم كانوا بيقولوا مثلا سعر يقولوا بعد التخفيض كذا فطبعاً دي حاجات كويسة يعني وبصراحة برضو يعني الخامات بتاعتهم حلوة جداً فيه حاجات فعلاً إحنا كنا نتعب جداً عشان نروح دومياط ونلاقيها مقربت لينا والأسعار مناسبة جداً وفيه تسهيلات بينكية وفيه تنوع كبير جداً في المعرض قدرت أن أنا أخذ فكرة عن حاجات كتيراً محتاجة في البيت وبنتي عروسة برضو مجهزة زمان كنا نحنا بنعاني بس من مشوار فكل أنه هو يجي هنا في مدينة ناصر قريبة من القاهرة وسكان القاهرة كلهم دي حاجة كويسة وطبعاً معروفة دومياط بالخشب بتاعها بنحس الجودة بنحس السعر بنحس كل حاجة بقول للناس كلها أنه فعلاً خسارة أنه ما تجوش معرض زيادة حقيقة والله مش مجاملة لكم ولا مجاملة للتلفزيون ولا حاجة هنا بنقول أن المعرض فيه أسعار بصراحة ما كنتش متاقع كنتش متاقع أبداً تبقى الأسعار بالجمال ده يأتي معرض صنع في دومياط في إطار المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي واستراتيجية الدولة للنهوض بصناعة الأثاث التي تتمتع بميزة تنافسية عالية وتضم الألاف من الأيد العاملة الماهرة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري